سطيف اللي ضرب معاد مع الأهلي في السيمي فاينال تاني أنا بقول لكم إن عنق الزجاجة بتعفوز الأهلي بالبطولة طبعاً لسه فيه ماتشات صعبة ولسه فيه خصوم كبيرة وأندية كبيرة موجودين في البطولة لكن ماتش الرجاء اللي في ملعب محمد الخامس ده كان هو الخطوة الأهم في رأيي بالنسبة للأهلي للفوز بطولة أفريقيا الحدية عشر لأن اتفاقنا ناتجة الزهاب مع كم الفرص الضيعة في مباراة الزهاب في ملعب السلام يخلي أي حد تاني يفتكر إن السيناريو مستحيل في ملعب محمد الخامس لكن السيناريو ممكن كان يهيأ للبعض أو البعض يفتكر إنه مستحيل إلا لعبة الأهلي والمسيباني بكل صراحة يستحقوا المكانة والمكان اللي هم موجودين فيه الكرة مفهاش نص نص 50-50 وماتش حلو وماتش راجل وماتش مش راجل وماتش بدلع كرة عشان تكسب وتفضل تكسب لازم تبقى عامل زي لعبة الأهلي دول كل ماتش نازل بتدي 150% ولا يقبل النادي ولا أي حد يقبل حوالين حتى النادي ولا الناس اللي ماشيين حوالين صور النادي إن العيب ينزل يلعب بـ 90% أو 95% لازم فوق المية في المية كل ماتش وكل تمرينة هو ده اللي بيخلق البطل هو ده اللي بيخلق البطل بقول لكم الكلام ده كراجل زمالكاوي ممكن بقوله وأنا بتقلم بعض الشيء لكن لازم يتقال لازم أدي كل واحد حقه وكل فرق مصر لازم تتعلم القصة دي إن انت كل اللعيبة انت لازم تنزل كل ماتش بتموت نفسك وبتدي في الملعب 150% مش 100% بس 200% هي دي الكرة وهو ده إن انت لو عايز توصل للقمة وتفضل ثابت وثابت على مستواك في القمة لازم تبقى مستعد لأي حاجة تحكيم ضغوط ضغوط إعلامية أي حاجة تبقى مستعدلة عشان تعرف عشان تعرف إن انت إن انت تكسب مبروك للأقلي فوز مهم جدا واتفقنا إنه طبعا هيلعبوا فاكس طيف وفرطوا فاكس طيف على فكرة فرقة كويسة جدا وإنت بغمض كده وإنت بتلعب لعائمة الجزائر لازم تفهم إن الماتش هيبقى بدني ماتش له متطلبات بدنية physical demands لازم تبقى عارف إن انت لازم عشان تعدي أي فرقة في الجزائر لازم تبقى aggressive زيه فرقة الجزائر كلها العائبة كرة طبعا كويسة لكن فرقة aggressive 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 لازم تبقى مستعد لعراق بدني خلينا نقول لازم تبقى مستعد إن انت تكون جاهز بدنيا 100% وتكون جاهز لطبيعة المباراة طبيعة المباراة تكون بدنية في مصر وفي الجزائر فلازم تبقى جاهز للمعركة دي دي طبعا إحصائيات نادي وفاق سطيف معنا خلال مشواره في البطولة لعب 12 مباراة فاز 6 وخسر 5 وتعادل في مباراة واحدة سجل 13 هدف واستقبل 11 هدف وخرج من الـ 12 مباراة بـ 4 clean sheet بس خلي بالكم الكلام ده مهم يعني لما تستقبل أهداف في 70% من مباراة يبقى معنى كده إن في مشكلة في المنظومة الدفاعية في مشكلة في الـ ولازم الأهل يستغل ده كويس جدا 4 clean sheet من 12 يعني انت بتكلم انتلتين المباراة بالضبط استقبل أهداف في ملعبه وبره ملعبه تاني حاجة رجعوا لي كده جماعة ملعب وفاق سطيف ملعب نجيل أصناعي ولا طبيعي أعتقد أنه هو أصناعي مش عارف يعني